مرحبا بكم وسط تزايد التوقعات عن احتمال اندلاع عدة حروب عنيفة بين كبار القوى في العالم باتت موادر هذه الحروب تلوح في الافق وذلك على خلفية استخدام الاسلحة الكيموية في سوريا واعلان كيم جونج اون استعداده لتنفيذ قصف على امريكا بصواريخ نووية وقد تكون هذه الحروب حروبا ثنائية بين دول مجاورة لخلافات جغرافية او ايدولوجية وقد تكون حرب عالمية ثالثة بين عدة تحالفات دولية كبرى واليوم سنتحدث عن ابرز هذه الحروب المتوقعة واكثرها توترا والاطراف التي ربما ستشارك فيها فلنبدأ اولا الحرب الروسية الصينية ارتفع عدد سكان جمهورية الصين الشعبية الى 1.4 مليار نسمة وهذه الزيادة تتم بسرعة مذهلة وقد تحتاج الصين الى ان تعزز من تمييزها الجغرافي بالتوسع شمالا وغربا لتحوز قلب العالم بالسيطرة على اسيا الوسطى وهو ما تسعى اليه روسيا في ظل تقدمها العسكري والسياسي لذلك هناك الكثير من التنبؤات بوجود حرب مرتقبة بين روسيا والصين ثانيا الحرب النيجيرية تأسست جماعة بوكو حرام في نيجيريا منذ حوالي 15 سنة وهم يدعون انهم يعملون على تطبيق الشريع الاسلامية في جميع ولايات نيجيريا ولكننا اذا نظرنا الى اعمالهم من ابادات جماعية وقتل للابرياء سنجد ان الاسلام منهم براء وقد انضم لهذه الجماعة عدد من القادمين من دولة تشاد ومنذ حوالي خمس سنوات بدأت الجماعة تظهر بقوة الى ساحة الاحداث في نيجيريا عن طريق المصادمات العنيفة التي تخوضها من حين لاخر مع قوات الامن وفي الفترة الاخيرة زادت المواجهات اشتعالا بين كلا الفريقين مما ادى الى حالات قتل جماعي تقوم بها قوات الشرطة والجيش لافراد الجماعة وترد الجماعة بالمثل فهل نحن امام حرب حتمية سيذهب ضحيتها الكثير من الابرياء الاخرين ثالثا حرب امريكا الشمالية لا يخفى على الجميع ان الازمة النووية لكوريا الشمالية لم تهدأ وحالة التصعيد مستمرة وفي بعض الاحيان تصل الى ذروتها مع الدول المحيط بها ويصف البعض كوريا الشمالية بانها دولة فقيرة وشعبها يتدور جوعا وعلى وشك الانهيار ولكن ما يميز كوريا الشمالية هو وجود الارادة السياسية لشن حرب شاملة وهذه الارادة تتمثل في رئيسها الشاب ذو الثلاث وثلاثين عام كيم جون اون الذي هدد عدة مرات باستعداده للحرب ويتوقع الكثيرون ان المواجهة المقبلة ستكون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية بدعم من الولايات المتحدة الامريكية من جهة وبين كوريا الشمالية من جهة فهل ستستطيع الدولة الاكثر انغلاقا في العالم الصمود؟ رابعا الصراع الاسيوي في الثمانينيات من القرن الماضي بدأت الحرب السوفيتي الافغانية التي دامت اكثر من عشر سنوات بين الاتحاد السوفيتي وجمهورية افغانستان وبين الجبهات الافغانية المعارضة والصين والسعودية والمملكة المتحدة وامريكا وبعد انتهاء الحرب وانسحاب الاتحاد السوفيتي من افغانستان بشكل دائم بقت اثار الحرب من جماعات مسلحة ودول متناحرة تأثرت بهذه الحرب كازباكستان والصين وحتى الان لم تذوق الكثير من دول اسيا الاستقرار السياسي والعسكري ومن المتوقع ان تعود هذه الحرب من جديد على نطاق اوسع منذ قبل خامسا الحرب في فنزويلا كثر الحديث في هذه الايام عن حرب اهلية تهدد فنزويلا قد تنتهي بسقوط الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو نظرا لما تعيشه البلاد في الفترة الحالية من غلاء في الاسعار وانعدام في الامن فلم تعد السلع الغذائي الاساسية متوفرة وارتفعت نسب القتل والسرقة في البلاد الى عشرات الالاف سنويا بالاضافة الى تسريح الالاف من العاملين بالمؤسسات الحكومية لذلك يظهر بوضوح ان فنزويلا تخطو بقوة صوب حرب اهلية شديدة بين المعارضة والقوات الحكومية ويطلق عليها البعض حرب الخبز والافلاس سادسا الحرب في البوسنة منذ عشرين عام نشأ نزاع دولي مسلح في البوسنة والهرسك تدخلت فيه دول كثيرة كاطراف وراحى ضحية هذه الحرب اكثر من اربعين الف قتيل وحدثت اول حالة ابادة جماعية في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وتم تقسيم البوسنة والهرسك والان بعد قرابة العقدين من انتهاء حرب البوسنة تعيش البلاد سلاما هاش وانقساما داخلي وفقرا شديد فيعيش في البوسنة ما يقارب من نصف مليون عاطل ومائة وسبعين الف مواطن تحت خط الفقر وقد قام بعض المحتجين بحرق مقر الرئاسة منذ وقت قريب وانتشرت الكثير من الجماعات المسلحة المستعدة للقتال فهل ستكون في البوسنة حرب متعددة الاطراف؟ سابعا الحرب الهندية الباكستانية منذ انفصال الدولتين عام 1947 كانت العديد من المنوشات والحروب بين الدولتين بسبب اقليم كشمير المتنازع على سيادته بينهما واحتدم النزاع عندما اتهمت الهند عام 2008 جماعات باكستانية بالتخطيط لهاجمات بومبي وتنفيذها وكانت هناك حرب كلامية شديدة بين رئيسي البلدين فهل ستكون الاتهمات هي الفتيل الذي سيشعل الحرب مرة اخرى؟ ثامنا صراع بحر الصين الجنوبي تخطط الصين لزيادة عدد قواتها البحرية بمقدار اربعة اضعاف لتأمين مصالحها البحرية وفرض سيطرتها في بحر الصين الجنوبي وتمتلك الصين الكثير من الجزر في البحر الجنوبي وتحاول منع اي دول اخرى من القيام بتدريبات في هذه الحدود البحرية الا ان الولايات المتحدة تقول ان هذه المناطق تعد مناطق ملاحة دولية ولا يحق لأي دولة فرض سيطرتها عليها ومنع الاخرين وصرح مسؤولون امريكيون ان امريكا ستستمر في القيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي لضمان حرية الملاحة تاسعا الحرب القارية كانت بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي تنافس المانيا على زعامة الاتحاد الاوروبي والان بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد بدأت المانيا تتخذ اجراءات جادة لدعم ميزانية الاتحاد الاوروبي وسد الثغرة التي تركتها بريطانيا في الاتحاد وفي الاونة الاخيرة بدأت مشدات كلامية بين الدولتين بخصوص تخلي بريطانيا عن الاتحاد فهل ستتحول الالفاظ الى افعال في المستقبل عاشرا الحرب الروسية الامريكية وسط تصاعد التوترات بين كلا الدولتين ترفض كلا البلدين التطبيع بسبب فرض عقوبات على روسيا ويتوقع الكثيرون نشوب حرب نووية ضخمة بين الدولتين ويقول المحللون الامريكيون ان فرصة امريكا في الفوز بالحرب ستكون اكبر اذا بدأت هذه الحرب قبل حلول عام 2018 اما بعد هذا التاريخ ستحصل روسيا على منظومة جديدة للحرب الالكترونية واجهزة رادارية حديثة جدا سترجع كفتها في اي صراع دولي محتمل ويتوقع البعض ان الحرب النووية ستأتي بالدمار على كلا الدولتين